لا تزال حرب الجزائر من الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث هذا الملف أعاده إلى الواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أقر بأن فرنسا أقامت خلال الحرب نظاما استخدم فيه التعذيب وأدى خصوصا إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان وسيسلم ماكرون وفق الإليزيه سيسلم أرملة موريس أودان بيانا في هذا الصدد يعلن فيه فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين فرنسيين وجزائريين بعد 61 عاما على قضية اختفاء الناشط الشيوعي الفرنسي موريس أودان في الجزائر تقرر فرنسا مواجهة التاريخ بلحظة من الحقيقة اعترافها رسميا بمسؤوليتها عن مقتله أودان تحول إلى رمز لتلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلدين لدى كثير من الفرنسيين الذين دافعوا عن استقلال الجزائر اعتراف تاريخي جاء لأول مرة على لسان رئيس فرنسي قبل بترحيب جزائري على الفور إذ أقر الرئيس إيمانويل مكرون بمسؤولية بلاده عن اغتيال الناشط وذهب أبعد من هذه الخطوة بحسب محللين مع اعترافه بنظام تعذيب استخدمته فرنسا أثناء احتلالها للجزائر أمر سيفتح الباب على أرشيف هائل بشأن آلاف حالات الاختفاء القصري لفرنسيين وجزائريين لكن هذا التقدم اللافت في الموقف الرسمي الفرنسي يواجه انتقادات من تيارات عدة لا تحبذ الخوض في موضوع تلك الحقبة وهو ما استبقه مكرون قائلا إن ممارسات البعض لا يجب أن تعمم على الجميع تصريحات تنسجم مع أخرى أطلقها مكرون سابقا أثناء فترة ترشحه عندما زار الجزائر حينها اعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية مما أثار ضجة كبيرة آنذاك ومن الواضح أن التداعيات السياسية والقانونية لهذه القضية قد تستغرق سنوات طويلة قبل أن تغلق سواء على الصعيد الفرنسي داخليا أو على الصعيد الفرنسي الجزائري لمعرفة مصر آلاف الذين اختفوا خلال تلك الفترة بالإضافة للعديد من القضايا الأخرى معنا الآن من باريس رئيسة جمعية بدون أصوات الحقوقية نادية بي سيدة نادية مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار بداية ما الذي دفع الرئيس مكرون إلى فتح هذا الملف الحساس جدا البعض يقول صندوق بندورا على الأغلب سيكون هذا الملف ما الذي دفع السيد مكرون لفتح هذا الموضوع في هذه الفترة بالتحديد مساء الخير أولا سأتحدث بالفرنسية إذا سمحتم هذا الإقرار والاعتراف من قبل الرئيس مكرون حسب كل الملاحظين والباحثين وأيضا بعض السياسيين هو تاريخي وغير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية وهو أقر كما قلتم في التقرير واستعرتمه بشكل جيد أن فرنسا قامت بالاعتراف من خلال مكرون بأنها كان لديها نظام تعذيب في العصر الاستعماري للجزائر في السابق أولاند كان قد قام بخطوة أولى لكن لم يذهب بعيدا كما ذهب مكرون يجب القول أن الرئيس مكرون قد فاق كل سابقه بتقديم هذا الاعتراف أمام أرملت مغيس أودان وأنه كان هناك نظام تعذيب لدى فرنسا عند استعمارها للجزائر وأن جنرالاتها قد أقر بعضهم بذلك في مذكراتهم إلى ذلك وأقروا واعترفوا بأن موريس أودان كان قد اغتيل بالخنجر هذا ما قالوها ما الذي دفع إمانويل مكرون إلى تقديم هذا الاعتراف وهذا الاقرار قلتم في تقديمكم الآن أن الجزائر قد استقبلت مكرون عندما كان مرشحا وقال إن الاحتلال هو جريمة حردد الإنسانية وبطبيعة الحال كان ذلك سجالا وإذا رأينا هذا نوع من الانخراط من قبل مكرون الذي يجيب ويتجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري منذ وقت طويل وهذا يعود إلى فترات طويلة وهذا الاقرار سيحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر وكذلك سيتيح تخفيف هذه الذاكرة الدموية التي تسود لدى الجزائريين لا ننسى أن هناك أربعة ملايين من الجزائريين يعيشون في فرنسا وهم يحتاجون إلى تصحيح هذا التاريخ ومعرفات الحقيقة يجب أتذكير أيضا أن هناك حركة جمعوية واجتماعية تطالب منذ وقت طويل بالاعتراف بالمجازر التي اقترفت في 1945 مجزرة قسانتينا وكذلك مجزرة 17 أكتوبر في باريس وأود أن أقول كم من أشخاص آخرين غير موريس أودان في الجزائر وكم عدد النسب العفو التي يجب إقرارها يجب فتح ملف المختفين وعلينا أن نعرف أن نحو مليون ونصف شهيد كانوا قد قتلوا هذا ملك كبير تناوله إمانويل ماكرون لكن الجدال والسجال طبعا بدأ ومدام إمانويل ماكرون قد فتح هذا الموضوع وذهب به بعيدا وطلب العفو والصفحة من أرملة أودان وطالب بالشهود طالب أن يكون هناك شهود يقدم ما لديهم من أرشيفات إن وجدوا وهذا بطبيعة الحال سيفتحوا بابا وسيؤدي ذلك إلى تنشيط هذا الحوار إذا نتذكر أنه كان هناك سجال في السابق حول كيفية سياغت ما سميناه في ذلك الوقت اتفاق صدق ما بين فرنسا والجزائر والجزائر كانت قد طلبت نوعا من طلب الاعتدار والسمح من قبل فرنسا اليوم هل نحن أمام شيء كهذا أمام طلب عفو واعتدار أم أمام إقرار واعتراف نجب أن نعرف أن هذا الاعتراف اليوم قد فعل لدى أرملة أودان في حي صغير ونعرف أن سيدة أودان كانت تعيش وازلت في حي صغير الذي نتطلع أن يحدث الآن هو فتح الأرشيفات ومجيء الشهود فقط حرصنا على الوقت إذا سمحتيني أود أن أسلك سؤال متعلق أيضا بهذه المسألة سؤال مهم لا شك أن هذه الخطوة كما أشرت ستحسن العلاقات بين فرنسا والجزائر وربما تزيل نوع أو جزء من القتامة التي اتسمت بها هذه الصفحة الأليمة من الماضي الفرنسي ولكن في المقابل ألا يضع ذلك مسؤولية سياسية والأهم ربما والأخطر مسؤولية قانونية على فرنسا إذا ما فتح هذا الملف على مصر نتحدث هنا عن آلاف الأشخاص ربما مئات الآلاف من الحالات التي ربما تجد لها أسس قانونية لإقامة دعاوى والمطالبة بطعويضات وكل هذه الأمور ألا يفتح ذلك هذا الباب على الدولة الفرنسية كما قلت لكم إمانويل مكرون تناول ملفا سجاليا تقيلا بطبيعة الحال ولا بد أنه مدرك للحساسية والمسؤولية التي يتعاطمها أولا هناك إصلاحات وعندما نقول إصلاحات نقول تعويضات وكما أشرتم هناك مئات من أشباه موريس أودان هناك آلاف المختفين هناك الكثيرين الذين عذبوا لذلك هل يمكن أن نذهب بعيدا كما فعل إمانويل مكرون هل لأن هذا الشخص هو شخصية رمزية لذلك هو أثاره واستغل هذا الاسم؟ هل سنكتفي بحالة موريس أودان؟ أم أننا سنذهب أبعدا من ذلك؟ لا ننسى أن الردود التي نتوقعها كما تعلمون هناك تلك النستالجية والحنين للتاريخ ونعرف ما قالته مارين لوبين التي قالت أن رئيس الجمهورية فتح جرحا لم يندمل وسيؤدي إلى انقسام لدى أشعب الفرنسي أود أن نشكلك السيدة نادية برئيسة جمعية بدون أصوات وكانت معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس